عقد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعه الأول بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين وذلك بمقر تحالف بالقاهرة الجديدة أصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتعيين المهندس خالد عبد العزيز رئيسا لمجلس أمناء التحالف الوطني وتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمنة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف وتم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيدا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني عقاد لها